ده تخطيط عامل الجريدة في شكلها الجديد وخلاصة موضوعاتها لابد من تنفيذ الليحة اللي أصدرها قلم المطبوعات جميع إدارات الحكومة ومصالحها تبلغ الجريدة بمشروعتها والجريدة تتابع التنفيذ وللجريدة الحق في نقد أحكام المحاكم ومن حق الجريدة مراقبة الجرائد الوطنية لو الخديو يوافق أن أصدر جريدة بهذا الشكل أنا على استعداد ولن أتنازل عن حق أراه مناسبا لي وإن لم يوافق فأنا أعتذر فورا إن تاريخ مصر وإن كان مجموعة حوادث أمة لها حياة سياسية وأدبية وعقلية فليعلم المديرون والأهالي جميعا أن الأهالي ليسوا عبيدا لأحد ولا لأحد عليهم سلطان إلا فيما يتعلق بمنافعهم عامة أو خاصة ولكن أن أرى للحربية وزيرا يدعى عثمان رفقي شركسيا وللأسف يضطهد الضباط المصريين فإن هذا أول ما نقف في وجهه من حيث اتفقنا في بداية المقال أن الأهالي ليسوا عبيدا لأحد فما بالك بذوي الرأي وهم الضباط أن يحاول شركسيا أن يصنع منهم عبيدا لأ محمد عبد غريب جدا أن الإمام محمد عبدو يكتب الكلام ده لمجلة الدولة المسؤولة الوقائة الرسمية وماذا كنت تنتظر من محمد عبدو يا عرام يا جماعة أنا رأيي أن الموضوع ده مش حيمر بسلام أبدا السلام عليكم وسلامة الله وبركاته لسا كنا في سيرة مجلتهم الإمام كانت المقال عظيم كأنه بالضبط لسان حالة ضباط المصريين يا طرى هو في المجلة دلوقتي عشان نروح نهنيه بالمقال الله رياض باشا بعث له في أمر عاجل فرح له بعد ما خلصنا عدد بكرة بإذن الله أنت عارف عثمان رفقي يعني إيه بالنسبة للخديوي؟ وعارف عثمان رفقي يعني إيه بالنسبة للضباط المصريين عثمان رفقي شركسي بيفضل الضباط الشركسة على المصريين وده بيهدد بكارثة في الجيش والقطر كله أكيد معلوماتك دي من عرابي أنا عارف أن عرابي وعلي فهمي وعبد العال حلمي بيكره عثمان رفقي باشا لكن الخديوي شايف أنه أنسب واحد في المكان ده الجيش قادر بشؤونه بواحد زي عثمان رفقي هيعمل فتنة بين الضباط وأعتقد دي حتكون فرصة مناسبة لتدخل الأجنبي في شؤون الجيش المصري أرجوك بلاش تنشر مقالات تانية عن هذا الموضوع أرجوك أنت تفصل بين علاقتي بيك وعملي في الجريدة بعد إذن الباشا أنا حنشر الموضوع وحتبعوا بعد التحقيقات صحفية وحكون على اتصال دايما بعرابي وعلي فهمي وعبد العال حلمي والسلام عليكم شيء عظيم أنك تكتب باسم الضباط المصريين تهاجم عثمان رفقي ناظر الجهادية لكن الأعظم أنك تكمل المشوار عشان كده أنا طلبتك أعرف وجهة ناظرك في مطالبك كل كلمة كتبتها صح وبصراحة مفيش حل إلا بثورة يوم بيها الضباط المصريين ضد الضباط الشركسة وضد الخديوة كمان هل تعتقد أن الثورة ممكن تنجح في ظروف زي الظروف اللي بتمر بيها البلاد الجيش مليان بضحايا ناظر الجهادية وأنا واحد منهم كما تعرفش أن السجنت تلس سنين ما قابلتش فيهم أي راتب لمجرد أن طلبت مساواة الضباط المصريين بالضباط الشركسة ويمكن كمان باعتبارك راجل مدني ما تعرفش أن فضلت في رتبة القائمة قام تساعتاشر سنة وده ما بيحصلتش أبدا إلا للضباط المصريين أو لللي بيطالب بحقه أنا ما عرفتش المعلومات دي قبل كده أنا عارف صدقتك برياض باشا وإن كنت بختلف معاك فيها لكن ده حقك قبل كده رفعنا لشريب باشا مذكرة بعزل عثمان رفقي فما كان من الخديوي إلا إنه عزل شريب باشا نفسه وعين رياض باشا وفضل حل الجيش على ما هو عليه وقرر ناظر الجهادية عدم تركض ضباط المتعلمين بالمدارس الحربية دي عينة من اللي احنا شايفينه في الجيش مادم بتسعالني عن سبب من فعلاتي وثورتي أرجو أن نصل بالحلول السلمية عن طريق الصحافة للي عايز تصل إليه عن طريق الثورة دي وجهة نظر أنا رجل عسكري وشايف إن السلاح هو اللغة اللي بتعبر عن حالة ضباط المصريين وانا شايف إن التفاهم والعقل في تفاهم الأمور مع محاولة انتشار الثقافة والعلم هو الطريق الأعظم لتحقيق أرأكم حنشوف أي طريق أسرع أستاذن يمام محمد عبدو بيطالب الخديوي بعزل رفق باشر يروط الخديوي بعزل أحمد عبد الغفار قائم قام سواري الفرساني المصري وتعييم محمد شاكر الشركسي في منصبه ده تحدي سافر أيوة ومالوجه هر معنى واحد إن إحنا نغبط دماغنا في الحيد وأكبر مفخلنا نركبه واللي يقدر يعمل حاجة يعملها يطرى لسه محمد عبدو عند رأيه بإننا بالتروي ممكن نوصل للي إحنا عايزينه واللي أصبح مستفز أكتر مننا أيوة بس ما تنساش إن محمد عبدو صديق شخصي لرياض باشر بس أعتقد إنه بيفرق بين الصداقة والواجب رياض باشر؟ رياض باشر اللي مزاجه الشخصي والفعالاته بتتحكم في كل قراراته وأحكامه؟ مش رياض باشر هو اللي وافق إن عثمان رفقي يبقى نظر الجهادية من أيام وزارة شريف العموم للثقة في محمد عبدو لازم أشوفها يعمل أي بحلوله السلمية؟ دي مش طعنة في الزباط دي طعنة في ظهري أنا معناها إن ناظر الجهادية يصدر أوامر تستفزني ويوافق عليها الخديوي ما لم يعلمه ناظر النظار أن البرون درينج القنصل الفرنسي بيشجع الضباط المصريين على ما يقومون به من أعمال وأعتقد إن سعدتك تعرف عاقبة هذا وتبقى فرصة للتدخل الأجنبي في البلاد ويتفكك الجيش حامل حماة ويزداد نفذهم نفذهم لحماية ديونهم اللي مصر مدنى بيها من عهد إسماعيل وأعتقد إن مطلب الأجنبي أكيد هو الاحتلال الاحتلال؟ أرجوك ممكن تعمل كتير عرابي وعلي فهمي وعبد العال حلمي كتبوا مذكرة أو شكوى في هذا الموضوع واعتقاد الشخصي إن عدم إجابة مطالبهم معناه كارثة محققة حتحصل في البلاد أنا هرفع الشكوى دي بأسرع ما يمكن شوف رياد باشا مطالب ضباط فلاحين مرفوضة وأنا أمرت عثمان باشا رفقي يزود امتيازات الشركسان واللي مش عجبه رياد باشا يخرج من الجيش ولا أقول لك اللي مش عجبه يشرب من البحر قلت عليك بالهدوء والسكينة والتروي وجه رد الخديوي ياريت بقى أعرف رد الإمام بعد رد الخديوي رأيي أن المطالبة بالحرية والمساواة والعدل إنما تكون من الطبقات الوسطى والدنيا إذا انتشر بين أفرادها التعليم الصحيح والتربية النافعة نفهم من كده أن فضيلة الإمام بيطلب مننا نأجل ثورتنا لحد ما يعم العلم البلاد وإيه داخل الجيش يا فضيلة الإمام في انتشار العلم أعتقد أن دي مهمتنا مهمة رجال العلم والأزهر الشريف وعندما ينتشر العلم تصبح الثورة هي المعبر عن الشعب لأن الجيش هو أصلا لحماية الشعب وليس لحماية نفسه أفلاطون قال في جمهوريته إن الجيش يصور والفلاسفة يحكمه وإحنا مش طمعنين في الحكم وعليكم منتم إن كنت تتولوا الأمور بعد الثورة إنني أرى ما فيش غراء واحد الثورة لسبب بسيط إن ما فيش حل تاني قدامنا أنا مش شايف أي خلاف بين رأي عرابي ورأي الإمام ليس خلافا في المضمون ولكنه خلاف في الظاهر فقط في الشكل وإن شئت الدقة فهو في التوقيت الإمام عايزنا نهتم بالتربية والتعليم وده شيء عظيم وفعلا بدأت فيه خطوات عظيمة أيوة فعلا وبفضل الإمام أصبحت الحكومة بتشرف على المدارس الأجنبية وما دمنا بدأنا البدايات فلماذا لا نستمر حتى تصبح الثورة على قاعدة أصلا بالثقافة والعلم نجبر الحكومة على التغيير لا يضع الدستورة ولا يفهمه إلا المتعلمون وأعتقد أن هذا غرض الثورة يعني نفضل مستسلمين لغاية ما يتم الإصلاح في التربية والتعليم أنا أرفض أصلا كلمة استسلام ولكن ليس من المصلحة أن نفاجئ البلاد بأمر لم تستعد له كأننا بنسلم شعب مسئولية قبل بلوغ سن الرشد رأيي أن إحنا بلغنا سن الرشد والدليل على كده مجلسنا اللي بنناقش فيه متطلبات شعب وأنا أعتقد أن تحقيق ذلك بالقوة العسكرية غير مشروع بالعكس قد يجلب على البلاد مشاكل يصعب حلها مشاكل إيه دي؟ التدخل الأجنبي بحجة أن يحمي رعاياه الأجانب لاستعمار يعني ساعتها نبقى تخلصنا من مشاكل يسهل حلها وبالنقشها في مجلسنا إلى مشاكل تجلب علينا اللعنة إلى يوم القيامة طمم حبز الجهد أنه ما يكونش عرابي مصدر اللعنة يا مولانا إن اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية مشكلة عرابي إنه بيناقش هذه المشاكل الحساسة ويده على الزناد مع إنسان سلاح الكلمة والحجة مدام في صبات فلاحين لهم مطالب وبيطلبوا بيها كمان قل على الأرض السلام الموضوع أكبر من غرابي ورجالته رئيس الوزراء نفسه رياض باشا يشكل خطر كبير على حكم الشراكسة وأظن سيادتك بتقرأ لمحمد عبده ما يهاجم به الحكومة في جريدة الحكومة وهذه هي الكارثة؟ هذه هي المصيبة؟ الحكومة تشتم نفسها بنفسها بلسانها؟ وسيادتكم ستسكتون على ذلك؟ بسكت مضطرة فانذين مضطرة أنت تعرف رياض باشا يعني إيه عند الخدوي توفيق؟ الخدوي لا يهمه في الحكم غير كرسي الحكم وكرسي الخدوية قصدكم ماذا يا فانذين؟ الخدوي لابد أن يعرف ما يدور وراء ظهره بتحريض من رياض باشا خد ريفقي شوف رأي فلاحين فيك إيه؟ أرجو من سموكم حسف كلمة فلاحين على الزباط المصريين لأنهم أصحاب البلد يبقى اللي سمعته عنك صح رياض باشا سمعت إيه عني تاني يا باشا؟ سمعت إنه ورابي ورقلته وعدوك تبقى خداوي مصر مكان توفيق باشا غريب اللي بتسمعه يا باشا ماهدى بين من رأيك فيهم رياض باشا أعتقد إنه في الموقف ده أنا أفضل لانسحاب اتفضل رياض باشا اتفضل وأنا هدبر الأمر مع عثمان ريقي بما يريقي مع غاوليه الفلاهين تمرد يا باشا تمرد تمرد على سموكم والجيش كله وأظن لا مجادة المهدنة مع هؤلاء في الحين ريفقي أصدر أمري باعتقلهم وحبسوهم ريفقي هذا الأمر لابد أن يأخذ بتروية باشا يعني إيه يعني لابد أن نقبض عليهم من غير محد يحيص هم دلوغ تقيل لا لكن بيمسوه كل الزباط الفلاحين يبقى نقبض عليهم يبقى من الضهر للنار من غير حيص ولا قبر إزاي ده يا ريفقي إزاي ده سيتكسب هذه أنا وفكروا فيها مع الزباط والرجال المخلصين الشراكيس فكر ريفقي فكر فكر على أقل من ميلك عايزك ريفقي تسوي طبقة على نار حدي مش عايز أبداً واحد فلاح يتجرأ يومه يعمل زي الفلاحين دول ما علي طبعاً باشا طبعاً ومات إحنا بنقامل ليه يا باشا أنا مش فاهم أنت عايز مني إيه عرابي بيتهمني بمهدنة الخداوي والموافقة على كل قراراته والخداوي بيتهمني أني بحرد على الثورة عشان أطيح بيه وآخد أنا مكانه وإنت نفسك بتقنع عرابي أنه هو ياخد كل طلباته من غير ثورة أنا عايز أعرف أنت معا مين وضد مين مع الثورة وما ضدها أنا مع ثورة لابد أن تنجح دون أي احتمالات للفشل فشل الثورة هيكون كارثة على البلاد وزي ما قلت لك أن البارون درينج مندوب فرنسا في مصر تعدى حدود الموافقة على الثورة إلى تأييدها المطلق يظهر أن الأحداث بقت بتجري بسرعة أكثر من كل توقعاتنا السرعة دي خلت كل واحد يخبط في التعليم لدرجة يصعب معاها معرفات مين مع مين ومين ضد مين هي دي مشكلة عرابي مع نفسه بيرفع لواء الثورة لمجرد الثورة والمؤسف أنه لم يحدد بالضبط معالم الثورة واتجاهتها أنا شايف وحاسس بالفطور اللي حصل بينك وبين محمد عبدو ولولا ثقتي في إخلاصك للوطن وإخلاص محمد عبدو ما كنتش بعدتلك عشان أتكلم معاك في الموضوع ده أنا عمري مشكيت في إخلاص محمد عبدو وسلطان باشا بالعكس الأفغاني ومحمد عبدو أصحاب فضل في اهتمامي بقضايا وطني وإحساس إن لازم يكون عندنا جيش مصري حر ما يسمحش للأجانب بالتدخل أو السيطرة طيب ما فيش مشكلة المشكلة إن محمد عبدو شايف إن إحنا لازم نتمهل في قيام الثورة وأنا ضد كده على خط مستقيم أنا شايف إن كل ما انتظرنا كل ما توغل الشركسة والأجانب في شؤون الجيش وإذا الجيش ما أمشي بثورة حالاً تبقى البلد مهددة بكارثة يا سلطان باشا بس هذا لا يمنع التفاهم معاه وخسار اتنين من أخلص الوطنين في البلد يكونوا على خلاف الرأيش أرجوك يا سلطان باشا أنا لازم أمشي حالاً أنا ما عنديش استعدادة قابل الشيخ محمد عبدو أرجوك إنت يا عرابي أنا شايف ضرورة اللقاء ده بينك وبينه الأفضل ما أعرفش إن إحنا كنا هنا ومشينا يا باشا فعلاً أنا شايف أنه من الأفضل إن إحنا ما نقبلوش محمد عبدو مقنع وأنا مش هسمح لحد أبداً إنه يهبط عزمتي ويأخرنا عن اللي إحنا عايزين نقوم به حتى لو كنا محتاجين لألمه لو لأني متأكد إن ألمه مش هيكون ضدنا أبداً بأي حال من الأحوال كنت واجهته بحزم أهلاً بفضيلة الشيخ إيه الخطوة العزيزة ليه؟ يبدو إن حضرت في وقت غير مناسب أي وقت مناسب لحضور الشيخ محمد عبدو في قصر سلطان باشا فهذا شرف عظيم هذا كرم أخلاق سلطان باشا دائماً لكن يبدو إن الزوار سعدتك كان لهم رأي تاني اتفضل عرابي يخشى أن تزداد الفجوة بينكما في أي مواجهة يؤسفني أن يكون ده شعور عرابي مني عرابي يحترم الشيخ محمد عبدو ويكني له ولأستاذيه أكبر قدر من التبجيل والإحترام وإنت عارف رأيي فيه يا سلطان باشا وهو أيضاً يعرف رأيك فيه يا فضيلة الشيخ مدام يعرف رأيي فلا سلطان عليه المهم ماذا سيكون موقفك من الثورة في صحيفة الوقائع؟ مع الثورة ضد أي إنسان كنت أسق أن هذا سيكون ردك لذاكر دعوة لحضور حفل زفاف سمو الأميرة جميلة شقيقة خديوي مصر والمين؟ العرابي وعبد العال حلمي وعلي فهمي شيء غريب هو شرف عظيم إن إحنا ننال عطف سمو الخديوي لكن الشيء الغريب إن الدعاوي دي جايلنا إحنا وبس أكيد الحكاية دي وراه حاجة من اتنين يا إما الخديوي عاوز يعني يطلب ودنا وعشان كده بيميزنا على بقية الزباط زملائنا اللي في رتابنا يا إما أعتقد إما التانية هي الصح أنا متأكد من أسلوب عثمان رفق الرخيص يستدرجنا لغاية هناك وبعدين يؤمر بالأبضى علينا محمد عبيد ممكن يحمينا وأنا واثق إنه هو هيتصرف صح أيها بس في الحال دي ممكن نعمل ثورة في مكان وقت غير مناسب على العموم إحنا هندبر الأمر لأن رفض الدعوة في الوقت ده له معنى تاني عند الخديوي وله نتايج اللي إحنا في غنى عنها في الظروف اللي إحنا فيها تدبير شيطاني من تدبير عصمان رفقي بس إحنا لها ما لك يا مولانا إحنا ما تعودناش نشوفك في حالة بشكل ده عرابي يا سعدت عرابي ما لك خلط الحابل بالنابل وللأسف أصبحنا كلنا في موقف لا نحسد عليه لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله عرابي عرابي ابتدى يتعامل معايا على إن ضده والحقيقة أنا ضد اندفاعه عرابي عارف إن عمري ما كنت مؤيد للخديوي توفيق في أي موقف وبقول رأيي حتى في جريدة الدولة الرسمية ممكن مولانا يسمح لي إن يقول رأيي في الموضوع ده ياريت يا سعد ياريت عرابي يا مولانا عرابي يا مولانا حاسس إنك بتعجزه عن أداء وجبه بعجزه؟ عرابي أعلم إنك ضد الخديوي لكن بتؤيده على خط مستقيم رياض باشا والسياسته لإني أدرى من أي واحد بمعرفة رياض باشا عيوبه ومميزاته رياض باشا هو صمام الأمان للتضارب الظاهر في الحكومة والله أعلم ممكن يجرى إيه في البلد من غيره عرابي أعلم إن كل اللي بيجرى ده بموافقة رياض باشا أنا مش متفق مع رياض باشا في الموضوع ده لكن هو له رأيه المهم إنني عرفت بمكيدة ومؤامرة ضد عرابي لازم أحذره منها أنا معلوماتي إن عرابي موجود دلوقتي في بيت طلبة باشا قائد الجيش في اسكندرية أنا واثق إن بحكمتك وساعد صدرك ممكن تحتوي الخلاف اللي ممكن تستغل القوة المعادية ضد الشعب وضد مصلحة الأمة أنا على استعداد إن أنا أروح له تاني يا سعدت يريد يا مولانا يريد تعال معي كل عام وقائد جيوش اسكندرية وتمتع بالصحة والعافية وانت طيب يا عرابي ورجالك في أحسن صحة فضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام عليكم كل عام وأنتم بخير جميعا وبالصحة والعافية فضلوا يا أهلا يا أهلا الشيخ محمد عبدو بنفسه حلت البركة وعيد سعيد استأذن يا باشا تلسه ما عدتش يا عرابي ولسه ما تكلمناش في اللي إحنا عايزين نتكلم فيه وقت تاني يا باشا يبدو أن عرابي أصبح يرفض وجودي ووجوده في مكان واحد كما حدث في قصر سلطان باشا من لا أتصور يا مولانا أن عرابي يقصد هذا المعنى أبدا أشكرك على حسن استقبالك يا باشا عرابي أرجو أن تفرق بين موقفك الخاص مني وبين واجب كل مننا نحو الآخر عرابي أرجوك اسمع كلام مولانا كويس أنا عزرك وعارف موقفك من رياض باشا لا عذر عن أداء واجب يا عرابي وانت حر في أي موقف تراه مناسب لك وأنا ما زلت عند رأي اللي قلته لك لكن من واجبي أن أحذرك أن تحضر حفل زفاف الأميرة جميلة أخت الخديوي فهناك مكيدة من عثمان رفقي في انتظارك كل عام وأنتم بخير السلام عليكم وعليك السلام يا عرابي استنى يا عرابي حتى ولو كان هناك خلاف في الرأي بينك وبين الإمام محمد عبدو فاسمح لي أقولك إن ده من أعظم أنواع الخلاف لأنه خلاف بين الإخوة بل أكثر لأولا ثقتي في شخص الإمام محمد عبدو وثقته فيي أنا ما كنتش رفضت دعوة الخديوي لحضور حفلة زفاف أخته لأني ما عهدتش في الإمام إلا كل الصدق وأي صدق يا عرابي إن الإمام بهذا يلقي بالقصر خلف ظهر لأن القصر لا يهمني أصلا يا طلب باشا ليهمني هو أن ينجو عرابي من تحمل عبء كبير على كاهله وما أخشاه أن يكون العبء في هذه الظروف أكبر من أن يتحمله عرابي ورجاله بل أكبر من قدراتنا جميعا عشان ما نختلفش مرة تانية لنكلافي مع راجل عظيم زيك بيعزبني فاسمح لي أمشي دلوقت ومش حنسالك أبدا حرصك علينا ونصحتك لينا إن إحنا ما نقعش في الشباك اللي بينصبها لنا عثمان رفي السلام عليكم وعليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تفضلوا لا يسعني في هذا الموقف إلا أن أتذكر كلمة السيد الأفغاني عنك أي أبناء الملوك أنت الإمام محمد عبده قطع الشك باليقين وحدد موقفنا من دعوة الخديوي أعتقد ما فيش داعي دلوقت نروح حفلة زفاف الأميرة جميلة أخت الخديوي حتى لو كان دا حيعتبره الخديوي انتهاك لكرمته تفتكر الخديوي يرضى أن عثمان رفقي يقبض علينا فيليل الزفاف أخته؟ حتى لو قلت لك إنها ممكن أحمي ضهرك وأنت في الحفلة مع بعض رجال الجيش أهو الموقف دا اللي ممكن يصير فيه الخديوي كل عنف ضدنا وحيصيره أكتر إننا ما نروحش الحفلة ونرفض دعوته أرجوك يا علي ما تقلبش مننا نقف موقف بطولة فوقتي مش محتاج أصلا لاستعراض البطولة موسيقى 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 أبوي محمد موسيقى موسيقى سيقى محمد محشنا حبيبي موحد موسيقى 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 مدام حرمتنا منك حتى في أيام العيد قلنا نيجي نشوفك تبتتأخر كتير كده يا محمد والديتك ملت لانتظار دخلت نامت جنب أمراتك الظاهرة عودت على تأخيرك هي وبنتك أعتقد أنك وفرت علي يا والدي عزر تأخيري هو الأب يقدر يعمل إيه غير أنه يعزر أعز الناس لي يا محمد ثم نقل لجبنه عايز أشوفك البلد يا والدي بتمر بظروف في منتهى الصعوبة وللأسف حاسس أننا على حرفة بركان تدخل الأجانب في شؤوننا محاولتهم دفع الثورات زي التأييد المطلق من الأجانب لعرابي ظروف القصر الجيش النهاردة عثمان رفقي وتحديه السافر للمصريين ورياض باشا اللي بيحاول يملك زمام الأمور خلاص فلتت منه ومسؤولية الجريدة أنها لازم تعبر عن رأيها في الظروف دي كفاية يا محمد كفاية لنا يا ابني عذرتك لخمس سنين جايين ربنا يسطر يا والدي على السنة الجاية دي سنة الف تمنمية اتنين وتمانين حيكون حلنا إيه؟ المهم استدراج عرابي ومحمد عبيد وعلي فهمي وعبد العل حلمي على بوفي خاص بالزباط وهناك يتم القبض عليهم في كتمان شديد لازم نلقنهم درس عظيم قصدك لازم يفهموا إن الضباط الشراكيسة هم الأقدر بحماية البلاد والخديوي من الفلاحين أمسلهم يعني ما تمش قضى لضباط فلاحين يا رفقي زي ما وعتين للأسف يا فنزيم في حد بلاخهم بالمكيدة اللي دبرتها لهم في حد غيرك يا رب بالمكيدة دي يا رفقي سمو أطلع حق لكن واضح إن في القصر رجال غير مخلصين في قصر يعني يا رجال غير مخلصين إي رأيك في الكلام ده رياض باشا الله وحده يعلم ما تخفيه النفوس يا باشا ونعم بالله رياض باشا ونعم بالله ولكن مش من حق يا خديوي برضو يعرف إيه بيدور في قصر من حق سموكم طبعا تعرف صديقك محمد عبد الرياض باشا أصبح يطهن كثيرا في السر والعلان محمد عبدو رجل لا يعمل في الخفاء أبدا وأنا لا أحذرك من رجال مثل محمد عبدو لكني أحذركم من هؤلاء الذين يظهرون أنهم من أقرب الناس إليكم بينما هم يعملون في الخفاء ضدكم معنى كده يا رفقي أنه عربي بينظر إليك على إنك أضعف من إنك تقبض عليه ممكن يستدرك الأمر يا فيانزيم إذا يا رفقي أن أدع عربي ورجاله إلى مقر نظر الجهادية بقصر النيل وهذه الدعوة حطا منهم لا يتأكد أن يتم القبض عليه قدام رجال الجيش وكده يتأكد عربي أنه لا يوجد أي مؤمرة للقبض عليه برافو برافو رفقي عايز تقول إن اللي هيبلغه هيبقى في نوقف موغزي وموحك مش كده برضو يا رياض بيشي عصمان رفقي مش هيكل طول ما إحنا أحرار والدعوة المرادي مش ممكن رفضها لأنها في أصر النيل وفي مقر نظر الجهادية وقدام قوات الجيش ومش ممكن ما نحضرش اجتماعه بيناقش أمور الجيش وإحنا الدعيين أصلا لإصلاحه في الحالة دي مش ممكن أبدا نرفض اجتماع عصر النيل مهما كانت الأسباب حتى لو كان في مكيدة فلازم نعملهم بالمثل وبعدين لو صح الكلام دا يبقى أنتوا الاثنين المقصودين بالمكيدة دي مش أنا وأنا بصفتي كمسؤول في الجيش ممكن أدي الأمر للزباط والجنود إنهم يحمونا بس في الحالة دي الوضع هاختلف لأن الاجتماع خاص بالزباط واجتماع عام مش في الأصل الملكي اللي دفعنا عن حرمته بالذات في ليلة زفاف الأميرة يبقى بلنا دعوة عثمان رفق في أصر النيل وإحنا لها مهما كان الأمر ومهما دفعنا من تمن ولي تنتفي يا شمس لا تنتفي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة